جدة تستنفر وفذ رجال الدفاع المدني عمليات إنقاذ لمحتجزين جراء الأمطار مركز الأزمات والكوارث ناشد سكان محافظة جدة البقاء في المنازل وعدم المغادرة إلا للضرورة القصوى وتجنب العبور في مواقع جريان المياه والسيول حفاظا على سلامتهم وأجلت عدة رحلات داخلية ودولية جراء الحالة الجوية الماطرة في المحافظة لكن مسؤولي مطار جدة نفوا توقف الرحلات الجوية بشكل كامل الأرصاد نبهت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار والرياح لتصل إلى مرحلة التنبيه المتقدم ما يجعل جدة تواجه مخاوفها بانتظار ما قد تلحقه السيول بالمنطقة خصوصا مع إعلان الدفاع المدني أن نسبة الأمطار التي هطلت اليوم تعتبر الأعلى